ترجمة نانسي قنقر او يومين اش وهادية رأيتنا وقهنا كلا بانماني عشنا شفنا هش شافة بتركية خارع هايك شوفة والله شطلت مطلل الحمارة مشان أششو مشان نطلع لهون عاليونات عزبنا كتاب البحر وقل لي شوانا نموت كلا ننوعا البلم سيد يعني يقلب هيك و هيك والبلاد صغار فيها سبعين واحد صغير البلم سبين واحد فوق بعضنا لكي نصل إلى اليونان ونصل إلى ألمانيا ونذهب إلى الهنة ولكن هناك السجن ونطلق الحيوانا تعزفنا في سوريا للضرب والحرب مع أهلي أهلي طلعوا وخلصنا تمينا أخوي طلعنا بتركيا تمينا شهرين ثلاثة اشتغلنا مثل التحيش لكي نطلق المصريات ونصل إلى هنا ولكن لا نستفيدنا شيء أبدا أنا بابا أنا ستنوا بسوريا ثلاث سنتين ستنوا أنا ما أتحمل سنتين ما أتحمل سنتين لنطلق لهم شمل بس أنا ما أتحمل أمي سلها ثلاثة شهور طلعت وكتير شتقتلوا وعب أبكي وعب أفكر فيها ما حدا بعيش ندون أهلنا أنا ما عرف ما معي مصاري ولا ليرا ضاعوا بس إش بدنا نطلع برنا نشم هوا ماذا هذا سجين كله واساخ وما ما عرف إشو؟ أخي لا بدنا أتحمل بس بدنا يفتحوا الباب عرفنا عندنا نصبر كم يوم ثلاثة كم أسبوع عرفنا بس خلينا نطلع لبرة مثل خلوا الناس يشو في البلد ماذا هذا يا؟ أنا كنت ما يضعوا المسئف بأردن أحلى معاملة كنت عامل مو هيت بالأردن دولة الأردنية هاي اللي عند الباك عبدالله أشرف من هاي أشرف من هون ماذا نزع تلك نروح ونرجع بكيفنا؟ نروح على عمام ونرجع بكيفنا؟ مو مثل على هذيك دولة وكان ضرب كان كنا من ضرب هو عاس أوروبا والإنسان وبعرف شو هذا حبس بعد شلاب هاي ومو ما تبني أدمين هاي هلأ شتت الدنيا فيتت الماء عقلب الخير وعقلب التياب كيف راح ننام؟ يعني الممع ورقة الممع ورقة ما بيأكن أوكي بدون يخلونا هون لا يخلصوا إجراءاتون يخلونا بس يكون فيه إنسانية أكتر من هاي يفتحونا الباب نطلع ونفود بس على القليل أنه نحن اختنقنا مبقى فينا نتحمل أكتر من هاي نظرة إنسانية بس روق الإنسان وين روق الإنسان هاي تحت اصطعي بس أقول إنسان هاي يفتحونا الباب نطلع ونفود ينفسونا خواه نجيب أكل من بره نجيب غاض إلنا من بره بس هاي هنا نشوك وانتناموا هاي نشوك وانتناموا هاي نشوك وانتناموا اشتركوا في القناة